السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية تغيير خط الهاتف سامسونج توجه معي إلى سيتينغ من هنا أو الأعدادات بعد ذلك قم بالضغط من هنا على ديسبلاي لكن قبل أن نستمر ضع لايك لهذا الفيديو وإذا كان لديك هاتف سامسونج فقم بالاشتراك في قناة كيفية مع تفعيل الجرس ليصلك جميع شروحات السامسونج بعد دخولك لهذه الصفحة قم بالنزول قليلا ثم اضغط على هذا الخيار فونت سايز من هنا يمكنك تكبير أو تصغير النص حسب ما تريد كما تشاهدون يظهر لك هنا عينة يمكنك تكبير وتصغير النص كما تشاء بعد ذلك قم هنا بالضغط على فونت ستايل ومن هنا يوجد الكثير من الخطوط اختر الخط الذي يناسبك وإذا لم يعجبك أي خط هنا يمكنك تضغط على علامة زائد من هنا بعد ذلك تنبتق معك هنا الكثير من الخطوط التي يتيحها لك سامسونج يمكنك البحث عن أي خط هنا سواء باللغة العربية كهذا أو هذا أو هذا على حسب النوع الذي تريد بعد اختيارك لللون يمكنك الضغط على تحميل من هنا بعد ذلك قم هنا باختيار الخط كما تريد لكن هذه الخطوط هي مدفوعة قم بالتوجه إلى هنا إلى أفضل الطبيقات المجانية وهنا يتيح لك السامسونج هذان الخطان يمكنك تحميل أحدهما كما تشاء لكن إذا أردت تحميل الكثير من الخطوط الأخرى فهي تكون مدفوعة كهذه فبعد اختيارك لللغة قم بالرجوع من هنا ثم بعد ذلك حدد الخط الذي تريده بالضغط عليه على هذا الشكل وهكذا سيتم تغيير خط الهاتف كما تشاهدون لهذا الشكل لكنني أجعله في ديفولت في الشكل التلقائي وكذلك يوجد هناك خاصية أخرى إذا أردت تفعيلها أيضا وهي سكرين زوم من هنا يمكنك عمل زوم للمحادثة مثلا إذا جعلتها في الوسط كما تشاهدون سيتم تكبير المحادثة يمكنك تكبيرها أيضا كما تشاهدون على هذا الشكل لكنني أنا سأجعلها في الوضع التلقائي لسامسونج لأنني أرتاح في هذا النمط وإلى هنا عزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بلايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر